هو اللقاء التقليدي السنوي بين رأس الكنيسة المارونية ورأس الدولة اللبنانية لقاء معايادة بحضور الكاردينال مارنصر الله بطرس صفير تلاه خلوة بين الرئيس ميشيل سليمان والبطريارك الراعي قبل أن تنضم السيدة الأولى إلى اللقاء في وقت لاحق أما الخلوة فلم تخل من المواضيع السياسية وفي طلعتها هيئة الحوار التي دعا إليها رئيس الجمهورية في السابع من كانون الثاني وفي هذا الإطار جدد رئيس الجمهورية تمسكه بمشاركة الجميع ومن يريد المقاطعة فليطرح البدائل قال سليمان يجب احترام المواعيد الدستورية والمواثيق تنص على وجوب إجراء الانتخابات في موعدها ورئيس الجمهورية يفضل قانون النسبية إذا كان قانون الستين سيء هو أنتج هذا المجلس فكيف نمدد لمجلس أنتجه قانون نحن ما راضين عنه إذن لا بيضل ساعتها تداول السلطة حتى ضمن أي قانون هو أفضل من عدم إجراء الانتخابات وما ممكن بزار في كل المنطقة والدول العربية عم تتحول إلى الديمقراطية نحن نتراجع لن نقفل الحدود في وجه النازحين السوريين قال رئيس الجمهورية لكن ضبط موضوع استقبال النازحين ضروري ومهم أما قضية المخطفين اللبنانيين التي لم تغب عن بال الرئيس سليمان فلحلها دور تركي بحسب قوله مشاركة سياسية واجتماعية في قداس العيد الذي ترأسه الكاردنال الراعي تقدم المشاركين الرئيس سليمان وعقلته وفي عظة الوطر يارك الراعي دعوة لكل المسؤولين السياسيين إلى تلبية دعوة رئيس الجمهورية للحوار إن الشعب اللبناني ينتظر من المسؤولين السياسيين حل عقدة الانقسام والجلوس إلى مائدة التحاور بنية البلوغ إلى الحقيقة الوطنية الجامعة والمحررة فينفتح أمامهم الباب لإجراء الاستحقاقات الراهنة من دون ربطها بأي رهان خارجي وبعد القداس توجه البطريارك برفقة رئيس الجمهورية إلى صلون الصرح حيث تقبلوا التهاني بالعيد من المؤمنين